النهاردة كمصري أشعر بمزيد من الفخر يعني من يوم أزمة غزة وأنا أشعر بأداء الدولة المصرية وأفخر أنها تعبر تماماً عن كل مشاعري كمواطن مصري لكن النهاردة كان فيه مشهد في استاذ القاهرة أنا قلت لحضراتكم عليم بارح قلت أنه هيحصل النهاردة أنه هتشوفوا صورة أخرى من المساعدات التي ستذهب إلى أهلنا وناسنا في غزة وقلت لحضراتكم بنفس اللفظ كده أنه اللي فات كوم واللي جاي كوم تاني النهاردة كان فيه لقطات ومشاهد وكلمات ومواقف ده أول مشهد وده بالنسبة لي تاريخ هيكتب اللي هو ممر الشرف اللي مر فيه سيادة الرئيس كده وعربيات المصريين وعفايمين وشمال بكل حب ده أول حاجة وأهم حاجة بإحساس بالواجب بإحساس بأن ده حق لإخواننا الفلسطينيين بتضحية حقيقية بأنه كلنا باختلاف توجهاتنا السياسية واختلاف انتماءاتنا وكل واحد جاي من محافظته رايحين مش عشان نرفع الأعلام فقط لا عشان نعطي رسالة للداخل وللخارج أننا جميعا معا في هذه القضية وده مشهد مهم جدا هيتحاكى بين الناس وتتحاكى بين الأجيال اللي جاية بعدين بعد عشرين سنة بقى ربنا يدينا طولة العمر هنقعد نشوف المشاهد دي ونفتكر مصر عملت ايه فزي ما حضراتكم شايفين كده الناس دي تقريبا في الاستاد من الساعة 4 وجايين من كل محافظات مصر صورة مهمة ليه مهمة؟ عشان أنقل رسالة للناس اللي يعني قاعدين بتضربوا ليه النهار في غزة يعرفوا أنهم مش لوحدهم ده كل المصريين اللي جم من كل المحافظات دول كلهم معاكم وعلى رأسهم رئيس الدولة نفس الرسالة الشعبية هي الرسالة الرسمية لكن ابتدى الموضوع من البداية لأن دهما دخل السيد الرئيس بالسيارة كان بقى فيه مشهد عالمي يعني مشهد استفاف السيارات المحملة بالبضائع لصالح إخواننا في غزة أنا باعتبره مشهد عالمي زي ما قلت لحضراتكم المساعدات اللي قدمت من أول الآزمة لحد من كم يوم ده موضوع الموضوع الثاني اللي عملوه تحيا مصر الموضوع الثالث بقى بتاع النهاردة كمية ضخمة جدا جدا